بعد أيام من إعادة افتتاحه رسمياً تمكنت دوريات إدارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من الجانب الليبي من ضد كميات من الوقود معبأة ومخبأة داخل مركبات المسافرين عبر منفذ سجدير الحدودي بين تونس وليبيا حيث نشرت إدارة انفاذ القانون بلاغات عبر منصات تواصل الاجتماعية تدعو فيها المسافرين عبر المنفذ إلى عدم نقل الوقود داخل مركباتهم الألية والاكتفاء بخزان المركبة الخاصة والتعاون مع رجال الشرطة والأمن بالمنفذ وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة دبيبا في منع عبور الوقود بمنفذ رسجدير البرية داخل المركبة الألية للمواطنين والاكتفاء بخزان المركبة الخاصة ورداً على هذه الإجراءات التي وصفها بالصارمة حذر رئيس المرسد التونسي لحقوق الإنسان في تصريح له من إمكانية نشوب احتجاجات بجهة بنغردان التونسية ومنطقة زوار الليبية إذا قامت سلطات المشرفة على الجانب الليبي من معبر رسجدير بفرض إجراءات صارمة على صغار التجار التونسيين ومنع عبور الوقود ويرى أن سكان المناطق الحدودية سيرون أنه بالنسبة إليهم لا فائدة من المعبر الذي سيكون مقتصراً على المسافرين والسياح والمرضى القاسدين للعلاج بالمساحات في العاصمة والمدن الكبرى بتونس ترجمة نانسي قنقر